حركة مش كويسة عملتها نادية الجندي مع نور الشريف وليها علاقة بوشه اتسببت في قطيع ما بينهم استمرت مش سنة ولا اتنين ولا حتى عشرة دي فضلت هي السبب في الخصومة ما بينهم طول العمر وخلت نور الشريف شايلها لها لحد ما مال وكانت هي السبب الأساسي في أنه يعلن أنه مش بيطيق مع شقة الجماهير وكمان بيكرهها ولا يمكن يشتغل معاها في يوم من الأيام يطرع عملت إيه الفنانة نادية الجندي في نور الشريف خلته يكرهها للدرجاتي وقالت إيه على وشه؟ وهل حاولت نادية الجندي إنها تصلح اللي حصل مع نور الشريف؟ ويا ترى كان ردي فعله إيه ساعتها؟ إجابات كل الأسئلة دي هتكون معانا بعد الفاصل نادية الجندي كانت في عصرها الزهبي فإن أنا معروفة قوي وليها جمهور مش طبيعي وإرادات أفلامها كانت تعتبر خيالية وبتدخل مئات الألاف من الجنيهات لأي منتج تشتغل معاها عن طريق شباك التذاكر فبالتالي كانت تعتبر نجمة من نجوم الشباك في مصر والعالم العربي وكلمتها مسموعة عند جزها المنتج محمد مختار خصوصا في اختيار النجوم اللي هيشاركوها في الأفلام وعملت نادية الجندي في الفترة دي أفلام نكحة جدا زي فيلم خمسة باب مع الفنان عائد الإمام وزي أفلام عصر القوة اللي لعبت فيها بطولة مطلقة مع عبدالله غيس وفيلم وكالة البلح مع الفنان محمود ياسين وفيلم البطنية اللي شارك فيه نخبة كبيرة من النجوم وكان على رأسهم فريد شاوي وفاروق الفشاوي بالإضافة لمحمود ياسين اللي نجح في تقديم شخصية بورعي وكمان عملت فيلم المتبح اللي كان لها جملة شهيرة جدا فيه بتقول أنا بالروية وما حدش يقدر علي وانطلاقا من الجملة دي وعشان هي كانت نجبة الشباك الأولى وجوزها المنتج المشهور ما يقدرش طبعا يزعلها لأنها هي سبب نجاح الأفلام كان المفروض إنها بتجاهز مع جوزها ومع مؤلف الأفلام مصطفى محرم لفيلم البطنية ووقع اختيار المؤلف على نور الشريف في خلال فترة الإعداد للفيلم عشان يقدم شخصية بورعي وبعتوا الورق فعلا لنور وعجبوا الدور وقرر يعملوا وكان مبسوط جدا بشخصية بورعي وكمان كان بدأ يشتري لبس الشخصية مين اللي عارف بقى بالقصة دي؟ أكيد نادية الجندي اللي اعترضت على وجود نور الشريف في كاست الفيلم وبلغت جوزها والمؤلف بالكلام ده وبإن محمود ياسين هو اللي لازم يعمل شخصية بورعي طيب ليه ست الكل محمود ياسين أيوة ونور الشريف لا قالت نادية الجندي ساعتها للمؤلف مصطفى محرم والجوزها محمد مختار إن وش نور الشريف هو سبب رفضها ليه لأنه مش ليق على شخصية بورعي لأنه وشه طفولي يعني بلغتنا المعروفة دلوقتي بيبي فيس مؤلف الفيلم مصطفى محرم قال في تصريحات قديمة له إن اتفاجئ بإن نادية راحت هي وجوزها محمد مختار واتفقوا مع محمود ياسين واستبعدوا نور الشريف من الفيلم وحصلت بعدها قطيعة العمر بالنور ونادية وقرر نور إنه مش هيشتغل معاها أو مع زوجها محمد مختار مرة تانية وهو ده اللي حصل فعلا بعد ما عرضوا عليه أكتر من دور ورفض تماما وفي ظهور ليها في أكتر من برنامج زي برنامج بدون رقابة وبرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس بررت نادية الجندي القصة دي بإنها كانت لمصلحة العمل وإن نور وشه طفولي وما كانش ينفع للدور العجيب بعدها إن الفنان الراحل نور الشريف قدم فيلم العار وظهر فيه بشخصية تاجر الممنوعات ونجح الدور بشكل كبير جدا وشارك بعدها في مجموعة من أدوار الشر اللي أبدع فيها وكان مقنع جدا زي فيلم دائرة الانتقام اللي كان بتقول تيوسف شعبان وصلاح قبيل وإبراهيم خان وفضلة العداوة دي للأسف الشديد بالنور الشريف وناديا الجندي مستمرة لحد ما رحل الفنان نور الشريف عن الحياة لدرجة إنه ما كانش بيحاول يخبي كراهيته لها في العالم وفي النهاية عزيزي المشاهد تفتكر لو أنت كنت مكان الفنان كبير نور الشريف كان هيبقى موقفك إيه لو اتعاملت معاك حركة زي دي والسؤال الأهم بقى هل لو كان نور الشريف قدم دور برعي في فيلم البطنية كان هيقدي دور الشرير بتميز ولا لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر